موسيقى زرائل إثيوبي يقول إن الحد من الفساد وتحديث نظام تحصيل الضرائب يؤد أمرا ضروريا لإشاء نظام شفاف وعادي موسيقى وزارة الدفاع الإثيوبية تقول إن مؤتمر وزراء الدفاع الأفارقة سيؤكد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نشرة إخبارية من قناة هيئة الإذاعة والتلفزيون نقدمها لكم من عاصمة أديس أبابا قال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد يؤد الحد من الفساد وتحديث النظام تحصيل الضرائب أمرا ضروريا لإنشاء نظام شفاف وفعال وعادل وجاء ذلك خلال البرنامج السادس لتكريم أدافع الضرائب المخلصين بحضور رئيس الوزراء وضاف رئيس الوزراء أن التغييرات الإيجابية في تحصيل الضرائب يجب أن تستمر وقال إن الحد من الفساد وتحديث نظام تحصيل الضرائب لدينا أمر مهم لإنشاء نظام مناسب وشفاف وفعال وعادل للجميع وقال رئيس الوزراء أن تصميمكم على أداء واجبكم المدني أمر يستحق ثناء وأكد أن دفع الضرائب ليس مسؤولية فحسب بل هو أيضا تعبير حب للبلد وإن من واجبنا أن نشارك من أجل صالح العام وقال إن الضريبة التي دفعتمها بإخلاص للحكومة ستستخدم بشكل صحيم في المشاريع الوطنية الضخمة التي تعتبر مهمة لتنميتنا المشتركة ترجمة نانسي قنقر 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 وأضاف أن الخدمات اللوجستية الفعالة تعد ضرورية لسلسلة قيمة القهوة في البلاد وتظل القيمة المضافة محورا بالغا الأهمية وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتعين علينا في المستقبل أن نجهز أنفسنا للعمل الجاد والابتكار للحفاظ على نجاحاتنا وتوسيعها صرحت وزارة الخارجية أن إثيوبيا تعمل بنشاط على إجلاء مواطنيها من لبنان وسط ظروف صعبة وقال المتحدث باسم الوزارة نبيات قيتاتشو أنشأت الحكومة الإثيوبيا لجنة فنية مخصصة لتقديم ظروف مواطنها هناك وأضاف أن اللجنة هيئت لعادة ما يقرب من 51 فردا معرضا للخطر مع تسجيل أكثر من سلاسة آلاف آخرين للعودة وقال تلتزم الحكومة بتعزيز جهود الإجلاب التعاون مع مختلف المنظمات والمؤسسات من خلال ديبلوماسيتها المدنية أوضحت وزارة الدفاع الإثيوبيا المهندسة عيشا محمد أن مؤتمر وزراء الدفاع الأفارقة المخصص لتعزيز السلام والأمن والوحدة في جميع أنحاء القارة سيعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لأسبوع المقبل في متحف أدوى التذكاريجي ويركز المؤتمر على تعزيز أطر الأمن القاري ودعم التعاون العسكري بين الدول الإفريقية وأوضحت أن المناقشات ستشمل مواضيع بالغة الأهمية مثل مكافهة الإرهاب ومعالجة المخاوف الأمنية الجماعية وغيرها وسيؤكد المؤتمر أيضا على الدور المحوري لإفريقيا في تعزيز السلام العالمي إلى جانب مبادرات القارة لتعزيز التعاون في المساعدات الإنسانية والاستجابة للكوارث ووفقا للوزير عايشة يهدف المؤتمر إلى صياغة رؤية المستقبلية للسلام والاستقرار والتنمية في إفريقيا مع تعزيز التعاون لمعالجة التحديات الأمنية المشتركة وسيجمع هذا التجمع وزراء الدفاع الأفارقة وكبار المسؤولين العسكريين والملحكين العسكريين المقيمين في إثيوبيا وخبراء الأبحاث العسكرية فضلا عن كبار المسؤولين الحكوميين والضباط العسكريين أجرى فريق الوفد الصيني رفيع المستوى بقيادة نائب رئيس وكالة التعاون الدولي للتنمية الصينية شام فانغ تاون مناقشات مثمرة مع وزير المالية الإثيوبي أحمد شدي وأطلع الوزير أحمد شدي الوفد على تدابير برنامج الإصلاح الاقتصادي القلي الجاري اتخاذها من قبل الحكومة الإثيوبيا والإنجازات الرئيسية خلال الشهرين الماضيين وطلبها الدعم من الحكومة الصينية لتنفيذ تدابير الإصلاح الاقتصادي القلي كما أثار الوزير قضية تدابير هيكلة الديون في إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين وإطلاق التمويل للمشاريع الجارية بشكل عاجل وبالإضافة إلى تميل المشاريع الجديدة وتقديم الدفع الفني لسكة حديد أديس أبابا الخفيفة ودعم عمال الجدوي لإقامة صناعات تصنيع المركبات الكهربائية في إثيوبيا ومن جانبه أثار تاشونغي تاين على إقابات التي تواجه المرحلة الثانية من مشروع تنمية ضفة النحر وحالة العمال التكميلية بين إثيوبيا وجيبوتي وفيما يتعلق بمشاريع منتدى التعاون الصيني الإفريقي التي تم إطلاقها حديثا كما أكد على العمل بشكل وثيق على المشاريع المختارة في المستقبل القريب فازت عمدة مدينة أديس أبابا السيدة أدانيش أبيبي بجائزة مدينة سيول الذكية لعام 2024 التي يقيمت في كوريا الجنوبية وتم عطاء هذه الجائزة تقديرا للعمدة على عملها الجاد لتغيير المدينة وضمت مشاركين من 72 دولة و215 مدينة حول العالم وقامت عمدة المدينة بتحقيق النجاح من خلال جهودها الحثيسة لبناء مدينة شاملة ومريحة لجميع السكان من خلال عطاء الأولوية للتقنيات الحديثة الصديقة للمناخ وخاصة في مشاريع مثل تطوير الممرات وفي رسالة الشكر والتهنئة التي نقلت عمدة المدينة من خلال ممثلها رئيس مكتب الابتكار والتكنولوجيا السيد سلمون أماريق قالت إن جميع أصحاب المسلحة والمكيمين في مدينتنا الذين عملوا مع الليلة ونهارا لتحسين حياة مدينتنا وسكانها دون إضاعة وقتكم وطاقتكم النتيجة لنا جميعا وقالت إن هذا النوم من الجائز سيخلق المزيد من القدرة والحافز لنا لنكون أقوى هذه هي البداية لا زال أمامنا الكثير لنفعله إثيوبيا تواصل جهودها الكبيرة في تطوير قطاع الزراعة الذي يشكل حجر الزاوية في اقتصاد البلاد ومصدر رئيس للغالبية السكان وللمزيد تقرير محمد نور جمل تعتبر الزراعة من القطاعات الحيوية في إثيوبيا حيث تشكل العمود الفقري للاقتصاد وتوفر سبل العيش لنسبة كبيرة من السكان في السنوات الأخيرة بذلت الحكومة الإثيوبية جهودا كبيرا لتطوير هذا الكطاع من خلال تنفيذ سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين الأمن الغذائي وزيادة الصادرات مما دفعها إلى تبني سلسلة من السياسات والمشروعات التي تهدف إلى تعزيز هذا الكطاع الحيوي ومن ضمن المشاريع التي أطلقتها الحكومة بكيادة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد مشروع المائدة من أجل الوطن الذي ساهم كثيرا في تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي بالغذاء الذي تسأل البلاد لتحقيقه وكشف وزير الزراعة الإثيوبي الدكتور قرما أمنتي أن إثيوبيا نجحت في زراعة 11 مليون هكتار من الأراضي الزراعية خلال السنوات الست الماضية وجاء ذلك خلال اجتماعه مع مدير برنامج الأقضية العالمي في إثيوبيا زلاة ميليكتس وأوضح الدكتور قرما أن الزراعة تمثل ثلث النمو الإجمالي في إثيوبيا وتسهم بنسبة 65 من مصادر الدخل وثلث سادرات البلاد وأشار إلى أن 65% من المزارعين الإثيوبيين يستخدمون التقنيات الزراعة المكانيكية وشملت هذه الجهود التي تسأل حكومة لتحقيقها تطوير البنية التحتية الأساسية مثل إنشاء طرق جديدة لربط المناطق الريفية بالأسواق الحضرية وتوفير مرافق تكزين حديثة تسهل نقل المحاصيل وقامت الحكومة بتقديم قروض ميسرة للمزارعين أصحاب الحيزات الصغيرة والمشروعات الزراعية إلى جانب تقديم دعم فني من خلال الاستشارات المتعلقة بتحسين الأساليب الزراعة والإنتاج وقد شهد قطاع الإنتاج الحيواني كذلك تطورا منحوظا من خلال دعم توفير سلالات جيدة من الماشية وتقديم خدمات الرعاية الصحية البيطرية ومن أبرز النجاحات التي حققتها إثيوبيا من خلال هذه الاستراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وبدء تصديرها إلى الخارج وهو إنجاز استراتيجي كان هدفا طويل الأمد للحكومة وبفضل التوسع في زراعة القمح المروي وعيتماد تقنيات الريل حديثة تمكنت إثيوبيا من تقليص الفجوة الغذائية وتحقيق فائض في إنتاج القمح ما يفتح المجال أمام تحويل البلاد من دولة مستوردة للقمح إلى دولة مصدرة وإلى جانب القمح تواصل إثيوبيا تعزيز إنتاج القهوة التي تعتبر أحد رموز البلاد الاقتصادية والثقافية وقد أطلقت الحكومة سلسلة من المبادرات لتحسين جودة البن الإثيوبي من خلال زيادة مساحات الأراضي الزراعية بالبن وتعزيز قدرات المزارعين في مواجهة التغيرات المناخية وفي أطار تعزيز الأمن الغذائي ركزت الحكومة على حماية البيئة والحد من تغير المناخ ضمن مبادرة البصمة الخضراء بزراعة ملايين الشتلات منها الفواكه التي تلعب دورا مهما في تحقيق الأمن الغذائي إضافة إلى زيادة إنتاج الخضروات وأشجار الفواكه عبر إنشاء مزارع تعتمد على تقنيات زراعية ذكية التي تساهم في تحسين إنتاجية المحاصيل وتلبية احتياجات السوق المحلية وهذه الجهود المتكاملة ساهمت في تحسين جودة التقذية للسكان والحد من الفقر في المناطق الريفية وتتجه إثيوبيا بفضل هذه السياسات والمشروعات نحو تحقيق تنمية زراعية شاملة ومستدامة وتعمل الحكومة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز الإنتاج الزراعي ودعم الأبحاث الزراعية وتطوير البنية التحتية الزراعية بما يضمن استدامة الموارد الغذائية ويعزز القدرة التنافسية للبلاد في الأسواق العالمية إن هذه الخطوات إذا استمرت وتوسعت ستجعل من إثيوبيا محوراً زراعياً رائداً في المنطقة قادرة على تلبية احتياجاتها الداخلية وزيادة شادراتها مما يعزز من النمو الاقتصادي الشامل ويخلق فرصاً جديدة للتنمية في البلاد في ظل هذه الجهود تظل إثيوبيا ملزمة بتطوير الكضاع الزراعي كجزء من استراتيجياتها الأوسع لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي قبل ختام النشر مشاهدين الكرام تذكيراً بالعناوين رئيس الوزراء الإثيوبيا يقول إن الحد من الفساد وتحديث نظام تحصيل الضرائب يعد أمراً ضرورياً لإنشاء نظام شفاف وعادل وزارة الدفاع الإثيوبيا تقول إن مؤتمر وزراء الدفاع الأفارقة سيعقد في العاصمة الإثيوبية بعد سبب الأسبوع اليوم إلى هنا تنتهي نشراتنا الإخبارية لهذه الساعة مشاهدين الكرام نشكركم بكثيراً طابعاً بنتم بأمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر